تواصل أيضا مشاهدين أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة شرقية ومتابعة معدلات تنفيذها وعلى رأسها أعمال تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي للمزيد ينضم إلينا مراسل أكسو نيوز كريمة رجب من هناك إليك الكلمة كريمة نعم فيروزي هذا المشروع هو واحد من أهم المشروعات القومية التي نفذت مؤخرا والعمل في هذا المشروع بدأ قبل عام ونصف من الآن وأصبح الآن جاهزا للتسليم للمستحقين مزيد من التفاصيل حول مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة العاشر من رمضان سيكون معي في هذا اللقاء المهندس علاء الحضري المشرف العام على الإسكان الاجتماعي والخدمات بالعاشر من رمضان منرحب بحضرتك فاندم ولو تطلعنا على مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع العملاق هنا في مدينة العاشر من رمضان أهلا وسهلا بحضرتك فاندم منرحب بيكم في مدينة العاشر من رمضان بكورة المدن الجديدة إحنا هنا الوقت في حي الأندلس حي الأندلس أحد الأحياء التي يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي بها إجمالي المشروع الإسكان الاجتماعي في العاشر من رمضان يتكون من 75 ألف 57 ألف مية وستين وحدة سكنية تم الانتهاء من 45 ألف وحدة سكنية تم التسليم للسكان 40 ألف وحدة سكنية حي الأندلس إجمالي الإسكان الاجتماعي بالكامل في المدينة 8 مليار جنيه بالنسبة لحي الأندلس هو أحد الأحياء الجديدة تبع الإسكان الاجتماعي يتكاوم من 569 عمارة بإجمالي 11 ألف 380 وحدة سكنية إجمال السمارات في حي الأندلس 3 مليار جنيه للإسكان إجمال السمارات المرافق 3 مليار جنيه إجمال السمارات الخدمات 150 مليون جنيه بحي الأندلس تم الانتهاء من عدد 5000 وحدة سكنية حتى الآن تم تسليم ألف سكنية ألف وحدة سكنية للسكان حتى تاريخه بالنسبة للوحدات بنسلمها كاملة التشطيب كاملة المرافق كاملة مياه صرف غاز مية كهرباء تليفونات الحياة اللي احنا فيه بننفذ الخطة لحد 3012 سلمنا الوحدات اللي هي 3012 جهزة تم استسلمها وتم إدرجها بالخطة وجارة تسليم السكان طبقاً الخطة الموضوع موصفات المشروع ده يا فنديم بالنسبة لي مساحات الوحدات السكنية هنا وهل تم الانتهاء من جميع العمال المتعلقة بالمرافق أم هناك عمال مستمرة حتى الآن؟ الشواء السكنية هنا الوحدات السكنية بنستلمها كاملة المرافق هي كاملة تسليم مفتاح الساكن بيدخل مش محتاج يعمل أي حاجة هي كاملة دهنات وتشتباط صراميك أدوات صحية كل حاجة والدهنات الوش الأخير دهنات الأبواب كل والمداخل والواجهات زي ما حراك شايف واجهات معمرية متميزة بيستلم شاقته مش محتاجة أي حاجة نهائي وكاملة المرافق من كل شيء ما بيحتاجش أي حاجة حتى الغاز وصل لحد العمراتية هل سيكون هناك في المستقبل القريب خطوط نقل تصل إلى هذا المكان يا فندم؟ خطوط النقل موجودة بالفعل احنا على المدخل الثالث للمدينة مرتبط بالصحراوي صحراوي مصر اسمعالية وشاريين المدينة كلها تمتد لحد حي الأندلس حي الأندلس يقع شرق الحي الستاشر الحي الستاشر فيه سبع مدارس هتخدم على الحي هنا وعندنا بالإضافة عندنا هنا دلوقت بنعمل ثلاث مدارس اتنين تعليم أساسي وواحدة تعليم سنوي وعندنا أربع أسواق تم الإنتاء منهم وحضنطين تم الإنتاء منهم ووحدة صحية جاري تسليم فيها فجميع الخدمات موجودة الساكن بيدخل كل حاجته موجودة من جميع الخدمات ومن جميع المرافق وشاريين الطرق ممتدة والأسفل تنزل طبقا للخطة الموضوع ماذا عن المناطق الترفهية الذي يحتاجوها جميع الموطنين؟ جميع الموطنين بيحتاجوا أي خدمات موجودة عندنا هنا عندنا جميع النوادي موجودة فيه عندنا أنشطة رياضية والنوادي موجودة في المدينة وعندنا فيه اتنين نادي تم الإنتاء من أحد الأندية وجارة تسليم النادي الآخر نادي مركز شباب كبير وعندنا فيه أندية موجودة وبتخدم المدينة دي بالنسبة للأماكن الطرفهية بالنسبة للأماكن الخدمية بقى عندنا هنا جنب حي الأندلس وحدة مرور حديثة جداً ديجيتال جاهزة على قاعدة مستوى جارت تسليمها الوقتي للدخلية اللي يتم العمل فيها بخدمة المواطنين على قاعدة استراز جنبنا برضو اسم ثالث اسم ثالث ده جهز وبيتسلم برضو الليومين دول اللجنة تشكلت وبنستلم فيه وفيه اسم رابع تحت الإنشاء برضو على الطريق الصحراوي جمعين خدمات متوفرة شكراً جزيلاً مهندس علاء الحضري المشرف العام على مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العشر من رمضان إذن هذه تفاصيل هذا المشروع الذي تم الانتهاء من إنجازه وهو واحد من أهم المشروعات القومية التي استطعت الدولة أن تنجزها مؤخراً عودة إليك فيروز مرة أخرى في الستوديو الزميلة كريم رجب أشكرك وأشكر ضيفك الكريم كنتما معنا مباشرة من العاشر من رمضان لمحافظة الشرقية أشكرك جزيلاً